الجليس النهاردة واللي احنا بنتكلم عنه النهاردة وكمان المعنى اللي احنا بنرب أولادنا عليه النهاردة هو كراهية التمييز بلاش كراهية التمييز؟ رفض التمييز وعدم الرضا بالتمييز ليه بنقول كده؟ التمييز ده يا سيدي كفيل ان يخلي ابنك لو هو عايش على التمييز كفيل ان هو يخليه كتلة من الصخر وكتلة من اللهب في نفس الوقت اوقات كتيرة بنغرس في اولادنا بزرة التمييز واحنا مش منتبهين لما بنشجع اولادنا على ان هم يعيشوا التمييز من باب ان هم يكونوا افضل من الناس انت لازم تكون الافضل لازم تبقى الاحسن لازم تبقى الاول ليه يبقى فلان افضل منك لازم تتمييز على غيرك واحنا مش شايفين ان احنا كده بنعمل ايه؟ بنشجعهم على التمييز في فرق كبير جدا جدا من بين التمييز والتمييز التمييز بيكون عن مجهود وبيكون عن استحقاق والتمييز ده بيشهد به الناس لكن التمييز انت بتشوف ان انت مستحق في اوقات كتيرة ان انت تحتقر الناس وتشوف ان انت من حقك ان انت تدوس على الناس فالتمييز ده بيحرق القلوب بالمقارنة دايما الاولاد يبقى عندهم احساس بان يشوفوا فلان بقى فين للوقت وانت لسه في مكانك فتشعل قلب الولد مش بس صغيرة لكن تشعر حقد على الاخر شوفوا بنت عمك اتجوزت وانت لسه قعدة ولسه قعدانة ما اتجوزتيش فتشتعل النار الغيرة والكراهية في قلوبهم وبدل ما يعيشوا نعمة الحياة وكل يوم يحاولوا يستثمروا نعم ربنا عليهم يحاولوا ايه يحاولوا يوقفوا التاني او يكسروه او يشويه صورته وبدل ما يحسنوا ويكونوا قيمة مضافة في الحياة يبقوا عبق على الحياة ويبقى عينهم دايما تكون على اللي في ايد غيرهم واللي في ايد حواليهم اه صح ده في حد حاسس بالتمييز حاسس بالنقاء الجنسي وعينه على عينه على اللي في ايد غيره وعايز ترده من مكانه عشان هو حاسس بالتمييز حاسس ان هو المختار اللي ما فيش حد ممكن يبقى احسن منه ويكون همهم دايما انهم يكونوا احسن من غيرهم لانهم شايفين نفسهم اقل طول الوقت من غيره ومهما كان عندهم من نعمة ما بيبقوش راضيين وما زال بعضنا للأسف في ربي التمييز في اولاده زي التمييز ما بين الاولاد والبنات مثلا فيكون ميزان القيمة عند الاتنين مش واحد ويبقى فيه طرف من حقه يستقوي على طرف آخر لكن شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء وشقائق الرجال حتى لو قد دا ان يكون التمييز دا بالعنف او التمييز دا بالطبقية الاجتماعية احنا عشان فيه طبقة معينة ما ينفعش اولاد يتعاملوا ويتفعلوا ويعيشوا مع الطبق اللي أقل منه فالأولاد يتربوا على فكرة الاستعلاء شايفين فكرة الاستعلاء بتعمل ايه في الشعوب لما شعب يتربى على انه مستعلي ممكن يعمل ايه ممكن نصف اكدماء حد بدم بارد ساعات الناس بتعمل كده في بعضها الحدث لازم يخلينا ننتبه لكل حاجة ننتبه الى ان فكرة الاستعلاء دي هي الفكرة المركزية اللي بتجمع كل اليمين المتطرف كل المتطرفين واليمين المتطرف في كل مكان العبحاس بتقول انه بيكتمع على فكرة هي فكرة الاستعلاء لدرجة ان بعض المربين شوف بقى القافة بعض المربين بيرب أولادهم على فكرة التمييز حتى في الدين كونك انك بتعمل العبادة دي بيبقى انك انت أحسن من غيرك فده يخلي أولادنا ينزلوا دايماً لإخواتهم وأصدقائهم بنفسية أنا خير منه فيه ناس جراء فيه ناس قاعدين في الحتة اللي جنبنا برضو شايفين انه هم خير مننا ودم جيرانهم ما يسويش حاجة ودم أي حد ما يسويش حاجة مؤمنين بالنقاء الجنسي ممكن على فكرة بعض الناس بيؤمنوا بالنقاء الديني على فكرة فيشوف انه خير من أي حد أكتر شيء ممكن يحافظ على نفسية أولادك ويزود من احتمالية نضوجهم ورسخهم هو التربيه على مبدأ وحقيقة السواسية الناس كأسنان المشط زي ما قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لأعربيين على أعجمي ولا أعجميين على عربي إلا بالتقوة فلابد في البداية نربي أولادنا إن الحياة بنيت في الأساس على السواسية إن الكل سواسية كلكم لآدم زي ما حضرت النبي قال كلكم لآدم وآدم من تراب فحضرت النبي علمنا مركزية الحياة وهي السواسية لا فضل لأعربيين على أعجمي ولا لأعجمين على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوة بالأخلاق بالقيم القيم اللي احنا بنتحصر عليها دلوقتي القيم اللي العالم كله بيغضر بيها أنا أحسس إن القيم بتبكي الآن أنا أحسس إن الحضارة بتتهدم مرة واحدة عشان إيه عشان الناس قررت في لحظة كل الناس اللي ستضعوا دماغنا وكل الناس اللي عايشوا الناس في منظومة القيم العالمية وقيم الحداشر قيم الأمم المتحدة اللي يعتبرها كل الناس كلها بتتحصر كلها قاعدة على جنب دلوقتي بتعيط بتعيط مش بس على وجودها بتعيط كمان على الناس اللي أمنوا بيها فاتسفك دماغهم بدم بارد عشان كده علموا أولادكم إن الدين لا يطلب مننا تمييزا ولكن يطلب مننا عبودية إحنا عبيد لله فأنت لا تحيا متميزا بقدر ما تحيا عبدا فالعبرة إنك أنت كلما أسلمت واجهك لله ازددت عبودية وليس تمييزا على الخلق مهما كان المخلوق ده فلا بيتميز إنسان بزكاة ولا بثقافة ولا أي شيء التمييز ما يدلكش السلطة أن أنت تمارس التمييز على الناس وفي فرق كبير جدا جدا ما بين التمييز والتفضيل والتميز التفضيل بيكون بسبب بيكون بمعيار لذلك لما فضل الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيلا عظيما وكان فضل الله عليك عظيمة نسمع دوت مع قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فالأفضلية كونه صلى الله عليه وسلم خزانة الأخلاق الإنسانية بعامة وعشان كده احنا لسه بنتعامل مع الناس بأخلاق لسه متمسكين بأخلاقنا ومتمسكين بحكمتنا ولذلك لعل ده اللي يجعل لعل ده اللي كعالنا نفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى سيدنا جابر ابن حيان فدق بابا بابا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال صلى الله عليه وسلم من من يعني من ذا من بالباب فقال سيدنا جابر أنا فقال صلى الله عليه وسلم أنا أنا فسيدنا جابر بيقول كأنه كرهها فلعل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كرهها لأنها مليئة بالطينية بالطينية اللي موجودة في الإنسان الطينية ايه الطينية اللي ممكن يستغلها إبليس فيخليه يعيش بي أنا خير منه وبعد كده ييجي بعد كده يتبرق من الإنسان فما كان لي عليكم من السلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي استجبتم فبقيته شبهي أنا خير منه ومن أكثر الأشياء شديدة الخطورة على الإنسان واللي وقعت في الجنس البشري اللي نفاه هذا الدين خطورة إفساد العلاقة بين العبد وربه وتحويل العلاقة بين العبد وربه من العبودية إلى التمييز ولذلك أكبر مثال ممكن نعلم به أولادنا إزاي أن التمييز نار ومثل الأمة اللي أعجبت بفكرة التمييز فقالت نحن أبناء الله وأحباؤه فعاست في الأرض فسادة فعملت إيه في الآخر خالص ليس علينا في الأميين سبيل وأن العلاقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى أمنوا بأن العلاقة بينهم وبين الله مبنية على التمييز وأن فكرة بناء العلاقة ما بين العبد وربه على التمييز فكرة إبليسية شيطانية ولذلك لما أراد إبليس أن يظهر لله أنه مخلوق مميز قال خلقتني من نار وخلقته من طين أراد أنه هو يكون العبد المميز فقال الله سبحانه وتعالى فاخرج منها فإنك رجيم فأصبح رجيما لأن هذه الأرض ليس فيها تمييز هذه الأرض فيها كرامة والكرامة هبة من الله لا يستطيع أحد النواة ينزعها أحد الكرامة دي لأنها منحة من الله ونعمة من الله لا ينزعها أحد من أحد ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر والمشهد اللي بنعيشه مشهد مصنوع بالتمييز بجدارة شخص يرى نفسه أهل للتمييز وله أن يفعل ما يشاء يتعدى على أناس ويقتلهم وكمان ما فيش منع يصفيهم لأنه مؤمن بفكرة النقاء الجنسي هو الجنس النقي بالمناسبة دارون ما كانش خطرته في فكرة النشور للثقاء كانت خطرته في الحقيقة في فكرة النقاء الجنسي وعشان كده هم بيؤمنوا في فكرة النقاء الجنسي اللي مبنيه على التمييز فالتمييز لا يجر إلا النار وكأن الشخص اللي بيؤمن بالتمييز جلس على جمرة تلاقيه دايماً بيدور على أي إنسان عشان يتميز عليه فإذا وجدوا مش بس بيعتديه ممكن يلتهمه وعشان كده حضرت النبي علمنا الناس كأثنان المشط دائماً بقول للناس إذا وجدت ناراً تحرق بسبب صراع فأصلها هو التمييز علموا أولادكم إن الخراب بييجي لما الإنسان يرى نفسه أنه الأميز ترجمة نانسي قنقر